موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان احنا المصريين عندنا الحكمة والنور مهمين جدا جدا في حياتنا وعشان كده احنا شايفين ان الحكمة والنور هم الجسر اللي بنوصل به لربنا وده وقت اللي بيفتح بصيرنا عشان نشوف بديع خلق الله سبحانه وتعالى ونوره فكان لابد ان احنا نقدر نعم ربنا وعشان نقدر نعم ربنا لازم نحط نعم ربنا في علاقة بيننا وبين الله وعشان كده كان من اجل النعم اللي بتوصلنا الى الله نعمة البصيرة ونعمة النور اللي بيرمز ليها في حياتنا بالعقل وعشان كده المصريين قالوا ربنا عرفوه بالعقل ربنا عرفوه بالعقل ده محرك مهم جدا في حياة المصريين محرك لايه؟ تعالوا نشوفه في التقرير التالي ربنا عرفوه بالعقل لان القرآن نزل على جبل خشع ما قدرش يستحمله ونزلله على قلب النبي محمد عليه السلام فأنشر الدين الإسلامي وأنشر الإسلام كله وده الحقيقة يعني اللي احنا عايشين بيها دلوقتي احنا مشفناش ربنا بس ايه بسم الله مرحيم كله الله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد ولم يكن لها كفعا أحد بس حبيبه محمد عليه السلام طبعا وفي ناس بتقول لك عرفنا بالرسل يعني يا سيدنا محمد هو اللي عرفنا ربنا سبحانه وتعالى ايوه ربنا عرفوه بالعقل يعني لازم تبقى عارب انت بتقول ايه يعني عندما اقول ابني يا ابني ربنا عرفوه بالعقل ازاي لما اوزها اتعد البحر عوم يعني ازاي ازاي ايوه بيثولد بيلاقي نفسه حبيب الدين حبيب انه يستكشف الكون فده يعتبر عقل اوه يعني العقل هو كل حاجة لمن هو ميزنا بالعقل عن بال مخلوقات كلها هو الانسان اللوحيج المتميز بالعقل فربنا ادانا العقل ده عشان نفهم منه نفكر ونحسب اي حاجة بالعقلنا يعني احنا حاسين بيه فعشان كده عارفينه بالعقل يعني المثال صحيح برضو يعني كل ما الانسان يتعقل في امور الحياة ويتعقل في التريس كده مثل نشوف ربنا خلق لنا حاجات كتير وخلق معجزات وانشأ الكون كله فلازم من سياق الكلام ده ومن تفكير في كونية الحياة حوالينا انه لازم يكون في عقل انه هو اقدر تكون خلق الكون ده كله يعني اه طبعا ربنا عارفه بالعقل لان محدش شافه لكن فيه دلالات كتير تقدر تشوفها فيه تقدر تشوف صنع الانسان الاشياء طير الحديد في السماء مشيان الحديد في البحار كل ده من معجزات الخالق طبينا محدش دل عليه هو طبيعة الانسان بعقله بيوصل لان فيه اله متحكم في الامور والامور مش عشوائية احنا ما بنشوفش ربنا لكن بنستدل على وجوده من حاجات كتير جدا يعني ابسطها زي بنتنفس والنام ونقوم والسماء اللي حوالينا من غير عمد بنشوفها وكل حاجة حوالينا في الحياة يعني بتدل على وجوده ربنا من غير ما نشوف احنا مش في نصر بنا واحنا عارفنا بالعقل كلام اللي تقال في التقرير ده بيدل على ان المصريين عارفين يعني ايه السلة بين العبد ورب ازاي يعني المصريين عارفين ان مسألة ان ربنا عرفوه بالعقل هم مين اللي عرفوه بالعقل كل البشر متاح لهم انهم يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى لانهم بشر وعندهم عقل وكأن ربنا عرفوه بالعقل يعني كل واحد فينا واجب عليه ان هو يعرف ربنا ده اول معنى ان ربنا عرفوه بالعقل يبقى كل واحد فينا مكلف ان هو يعرف ربنا لان كل واحد عنده عقل يبقى عليه ان هو يعرف ربنا ده اول معنى ان ربنا عرفوه بالعقل كمان الناس اللي ما كانش وصل ليهم الرسل أو كانوا في بداية البعثة حضرت النبي لما كلم مشركه قريش كلمهم وتكلم معهم وفهمهم بالعقل أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وفهمهم أن الله سبحانه وتعالى أن كل أثر يدل على المؤثر والبعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير فأول من آمنوا كان الخطاب ليهم بالعقل لأنهم كانوا لسه ما صدقوش بالرسالة فربنا عندهم كمان عرفوه بالعقل بس كمان ربنا عرفوه بالعقل عندنا احنا كمان ليه؟ أول خطاب جيه في القرآن الكريم بيقول إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم إيه اللي حاصل؟ قالوا ده كده يبقى عندنا كتابين الكتاب الأولاني إيه ده كتابين يعني إيه؟ عندنا كتابين ربنا ادهم لنا؟ آه الكتاب الأول لكون اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني سأقرأ في الكون في كتاب الله المستوء في كتاب الله المنظور طب فين إن ده كتاب؟ قال له هو اسمع قوله وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يقولي الألباب إيه ده آيات؟ زي ما القرآن فيه آيات الكون كمان فيه آيات تمنى سأقرأ في الكون بإيه؟ سأقرأ في الكون بالعقل يبقى المصريين عشان عارفين إن من أول البعصة احنا عندنا كتابين الكتاب الأولاني وكتاب الإيه؟ كتاب الله المنظور والكتاب الثاني هو كتاب الله المستور اللي هو إيه؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم يبقى إحنا عندنا كتابين الكتاب المنظور وإحنا نبص ونشوف بديئة خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فنصل إلى الله سبحانه وتعالى ونزداد إيمانا ولذلك لو واحد فينا عايز يعرف مزيد من المعرفة عن الله يبص في إيه؟ يبص في الأيام والليالي زي ما بيقوله كده سيد بن عطاء الله السكندري بيقوله إيه؟ بيقوله عال عودك إلا مننا وعالها عمالك إلا حسنا ده ربنا قاعد يعطي إليك المنن والحسن أي واحد فينا يستطيع أنه وهو قاعد كده يسبح ربنا ليه يسبح ربنا؟ يسبح ربنا لأنه ببساطة خالص لو نظر هو مين اللي وفقني؟ مين اللي شرح صدري بعد ما كان صدري مقبوض؟ مين اللي يسر أمري بعد ما كنت في عسر؟ مين اللي أتى بعد العسر باليسر؟ الله يبقى الله سبحانه وتعالى أن أعرفه لما نعمل العقل في حياتنا ولذلك لازم نعرف أن ربنا جعل العقل مش هو في مقابلة الشرع ده العقل وسيلة لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إحنا لازم نعرف أن العقل ده أداة من أدوات فهم الشرع الشريف ونعرف أن العقل ربنا خلقوا فينا قبل ما يخطبنا يبقى العقل الأول وبعضين الخطاب يبقى لازم نعرف أن العقل ده هو اللي يفتح لنا باب الفهم للشرع الشريف لأن كل واحد فينا بهذا العقل يقدر يفهم بدون العقل لن نستطيع أن نفهم إذا يتفهم أن الله سبحانه وتعالى خاطبك وقال إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات اللي يؤولي الألباب مين يؤولي الألباب؟ أصحاب العقول والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننظر في ملكوت السموات والأرض أو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الله سبحانه وتعالى شيئا باطلا ولذلك إلا حاصل الله سبحانه وتعالى يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك إيه ده؟ التفكر ده بيكون بالعقل يبقى هم بيصلوا من هذا إلى إنهم يصلوا إلى اليقين من وجود الله معهم سبحانه وتعالى هذا الكلام مهم جدا إحنا في التقرير لقينا حد بيقول بس في بعض الناس ما له يا سيدي بعض الناس بيقولوا إن ربنا عرفه بالرسل طيب وسيدنا آدم عرف ربنا إزاي وأبناء سيدنا آدم عرفوا ربنا إزاي إذن المسألة إن العقل ده بيخلي كل واحد فينا واجب عليه إنه يعرف الله سبحانه وتعالى ولكن يأتي الرسل ويعرفون حق المعرفة بالله سبحانه وتعالى لكن لو واحد في مكان نائي كان يضربوننا زمان فيه إحنا بنتعلم زي طارزان طارزان ده زي حي بن يقضان واحد قعد في الصحر وما وصلهوش الرسل يجب عليه أنه يعرف الله لا يجب عليه أن يعرف الله الكلام ده كله المصرين فهمينه وعشان كده بيقولوا إيه ربنا عرفوه بالعقل ليه ربنا عرفوه بالعقل يعني ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بمعرفته لإن إحنا عقلاء دي أول معنى ربنا عرفوه بالعقل لأن الله سبحانه وتعالى جعل اليقين والوصول إليه بعد معرفته بالوحي كمان اليقين يصل إليه الإنسان بعقله والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى كمان ربنا عرفوه بالعقل للناس اللي وصل لهمش الرسالة يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى بالعقل هنا بقى في حاجة مهمة جدا الناس لما جم قالوا أن في بعض الناس بيقولوا ربنا عرفوه بالرسل وكأن العقل في مقابلة الرسل آه دي الحكاية القديمة بقى حكاية القديمة القضية الزائفة اللي بعض الناس قالوا إيه أن فيه تعارض ما بين العقل وما بين النقل يعني ما بين العقل وما بين الرسالات والكلام ده كلام سخيف ما حدش قاله في حياتنا وما حدش قال أبدا أن العلم اللي عندنا ما بيعتمدش على العقل ولا أن الشريعة ما بتعتمدش على العقل هذا كلام زائف اللي قالوا وحاول يكرسوا في الناس حاول يكرس في الناس عشان هو الكلام اللي هو هيقوله لهم مش عايزهم يفكروا فيه وعشان كده اخترع القضية الزائفة من تعارض العقل والنقل ودي قضية زائفة ما لهاش أي وجود في حياتنا وعشان كده لابد ان احنا نعرف ان في قضايا زائفة بتحصل كل مدة من الزمن وعشان كده المصرين كانوا عايزين يكرسوا في حياتنا حاجة مهمة قوي ايه حاجة مهمة لو سمحتم عظموا نعمة ربنا وعشان كده عظموا نعمة العقل عظموا نعمة العقل بس اياكم وانتوا بتعظموا نعمة العقل تعظموا الهوى ويجي حد وبيتكلم يقولك ايه يقولك والله اصل الاحكام دي انا مش وصلالي بعقلي عقلي والله رفضها فانا مش انا مش قادر افهم هي المرأة تعتد كل المدة دي ليه ليه تعتد يعني ده الرجل اللي هي الرجل اللي مات ده دي كانت بتكرهه انت تيجي تقول لي ليه بتظهر التفجع عليه وربي دين ربنا اعرفه بالعقل اه لا انت مستخدم ربنا اعرفه بالعقل هنا غلط ربنا اعرفه بالعقل عشان تتيقن من شرع الله بعض الاحكام اللي موجودة عندنا وهي احكام تعبودية ربنا اجعلها عشان ايه عشان نتفكر فيها مش هنتفكر عشان نبنيها لا هي ربنا بناها مش معقولة واحد يقول لي ربنا اعرفه بالعقل وانا شايف احنا لو زودنا ركعات الصلاة الى ستة والله يبقى شيء مناسب لا ده ملوش دعو بالعقل ده ليه ده بالهوى باللعب او واحد يجي يقول لي والله انا اصلي صلاتين مش اصلي خمس صلوات ليه صلاة في الصبح وصلاة بالليل الا لا ده مش عقل ده يبقى انت لازم تعرف ان العقل ده نعمة ربنا رزقت بيها عشان تصل اليه تصل الى انواره فلذلك الصلاة صلة بين العبد وربي تتفكر في الصلاة مش تتفكر لو ان الصلاة ما شرعتش لا الصلاة شرعت فتفكر فيه ما شرعه الله لك لتوصل الى ايه تصل الى حلاوة المعاملة مع الله احنا عندنا ربنا ابتلانا بفئتين فعلا ولا نية بتقول لك ايه ده والله ممكن العقل لو سبناه ممكن يوصلنا لحاجات تنقض الشريعة ده مش العقل يا سادة ده الهوى فاللي انت بتقوله ده ده كلام زائف ما ينفعش ان الله سبحانه وتعالى يمدح اصحاب العقول وبعد كده يجي يقول ان فيه تعارض ما بين العقل والنقل ولذلك العقل الصحيح لا يتعارض مع النص العقل الصريح لا يتعارض مع النص العقل الصحيح لا يتعارض مع النص الصريح ابدا ما فيش تعارض ما بالتنين إنما هو قال كده ليه عشان يطعن في العلم اللي ورثناه عن العلماء عشان يخلي فيه أزمة ويبقى فيه تعارض زي ما فيه فتنة جديدة بقى فتنة جديدة إيه إن العلم الحديث يتعارض مع الدين برضي فتنة نشأت من لا شيء ويأتي بعض الناس فيه فئة كده من الناس تقولك إيه أصل الناس دول مهتمين بالعلم الحديث وهينقضوا أصول الشرع كلام ده مستحيح العلم الحديث حقائقه لا تتعارض أبدا مع الدين فديك كمان قضية زائفة لازم نتخلص منها في نتخلص منها في هذه الأوين يبقى يا سادة هذا الدين دين العقل فيه أداة مركزية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى يعني إيه يعني كل ما ينتجه العقل ويصل إلى حد الحقيقة لا يمكن يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى كان مرة حد قصة ظريفة كده في حد قال لي والله أنتو يا أهل الشريعة أنتو مهتمين جدا بإمام الإمام الغزالي وإمام الغزالي ده نقلي وإحنا بنهتم الإمام بن رشد والإمام بن رشد ده عقلي فقلت له الكلام ده أنت متأكد منه قال لي أهل قلت له بس مين قال لك أن الكلام ده دي اتجهات عقلانية فكرية ما زي ما أنت بتقول قال لي فين الدليل على ده وقلت له حدك أريت للإمام الغزالي قال لي قلت له أردت كتاب المستصفى للإمام الغزالي قال لي آه قلت له طب ملاحظتش حاجة في أول الكتاب قال لي إيه اللي حصل قلت له ملاحظتش إن الإمام الغزالي أول من أدخل المقدمة المنطقية في علم أصول الفقه وكأنه أدخل المقدمة المنطقية دي عشان يقولك إن أصول الفقه دي أصول فقه الكتابين الكتاب المنظور اللي هو الوجود واللي إحنا عن نفهمه بالمنطق وكتاب الله المستور اللي يعني نفهمه بأصول الفقه فيا سادة ما فيش تعارض ما فيش عالم عاقل يقول ان فيه تعارض ما بين العقل والنقل يبقى تعالوا نتقدم وما نسمعش لأي خطاب بيقولك والله اصل الدين هيتعارض مع العلم الحديث لو العلم الحديث ده وصل الى الحقائق اكيد الدين مش هيتعارض عنه ليه بقى لان الكتابين من عند الله العلم الحديث ده من كتاب الله المنظور ودوت من عند الله والوح من كتاب الله المسطور وده من عند الله فلا يمكن يتعارضه طب نعمل ايه بقى نعمل ايه عشان نتخلص من هذه القضايا الزائفة اللي كل شوية تطلع لنا اول حاجة لو سمحتم حاولوا تتعلموا شويتين تلاتة اجزاء من علم المنطق تتعلموا اجزاء من علم المنطق ازاي الناس بتبني الافكار بلاش اقول لكم علم المنطق عشان ما تتخضوش اتعلموا شوية ادارة المعرفة ازاي يبقى فيه انتقال صحيح من الفكرة الى الفكرة علموا اولادكم المنطق علموا اولادكم ادارة المعرفة وانتوا كمان اتعلموا ادارة المعرفة ادارة المعرفة دي هي اللي هتخلينا نقدر نواجه اللي جاي اللي جاي عالم الروبوت اللي جاي عالم عالم الافتراض ده مش هتقدر تعيش فيه غير وانت صاحب عقل وانت صاحب حكمة وانت صاحب منطق هدية العصر اللي جاي اكثر تحديات من العصر الماضي فاحنا لازم نكون عندنا عقلنا جاهزة ومتنورة بانوار الوحي واحنا رسخين في العلم والمعرفة فاعلموا اولادكم ازاي يديروا المعرفة عشان يقدروا يتعاملوا مع المستقبل الجاي امر التاني اللي يخلينا نخرج من القضايا الزائفة دي مع تعلم المنطق وتعلم قدارة المعرفة حاجة تانية مهمة خالص ان احنا دايما لازم واحنا بنسمع العلم نسمعه من اهله لان اهل العلم مش هم اللي عملونا القضايا الزائفة دي فلو سمحتم اعتمدوا قوله تعيشوا في جمال قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كل التناقضات اللي حصلة عند الناس فيما يتعلق بالدين لانهما سمعوا غير العلماء العلم يعرف بايه؟ يعرف ان هو تعلم بمنهج معتمد صحيح عنده مهارة فتاوية ما عملتش مشاكل كمان عنده منظومة من القيم التلاتة دولة هتلاقيهم في الناس اللي تخرجوا من المعاهد العلمية الصحيحة الحاجة الاخيرة تعود دايما ان العقل محتاج لنور ودايما اطلب من الله سبحانه وتعالى زي ما حدث النبي علمنا علمنا نقول ايه؟ اللهم ارنا الحق حقا ارنا بايه؟ يزارنا كده؟ لا ارنا الحق حقا يعني خلينا نشوف ببصائرنا وبعقولنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وتعالوا في نهاية المطاف ندعي بالدعاء ده في الصبح وفي المساء ونقول اللهم انك رزقت لنا العقول لكي ننظر اليك ولكي نتيقنا من حبك لنا يا رب العالمين اللهم ارزق عقولنا نورا ترى بها جمالك في كل شيء يا حكيم علمنا الحكمة وارزقنا نور بصائرنا بعد الفاصل نلقاكم حتى نكمل مع بعض حلقتنا ونجيب على اسئلتكم المباركة فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم اللي بنخصص لها وقت محدد عشان نجاوب عليها وكمان عشان نتلقى عليها كمان ترشحتكم لحلقات الجليس وكمان تطبيقاتكم على شرحنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدخل حضاري بمناسبة المدخل الحضاري هتلاقوا مهم جدا جدا والناس بيتكلموا عن المدخل الحضاري يتكلموا على مكونات الفكر ويتكلموا على من يستطيع ان يصنع الحضارة واللي بيصنع الحضارة عنده ثلاث مكونات هنتكلم عليهم ولكن بعد ما نشوف الاستاذ يحيا استاذ يحيا ايوه السلام عليكم متفضل الاستاذ يحيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايو استاذ يحيا انا اطمع بس ان حضارك توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو اسمعك حاضر افاقن ديم حاضر عبد الحاضر يقول الله في كتاب العزيز كل يا عبادي الذين اصرفوا على انفسهم لا تقنطهم الرحمة كلها طيب انا انا خلينا انا عملت سنوب وطفت وربا ما اكرمني وماشي كويس وفنيت وعليا دي اللي ناس فنيتي بيني من ربنا هسدوا هل دي يقول سبب ان ربنا ما يستجبليش الدعاء اجاوب على حضرتك حاضر الشخص اللي هو عليه دين والدين ده هو مش قادر يسدده ومتعسر الله سبحانه تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعاه الشخص اللي عليه ده بدل هو ناوي السداد وهو عاقد العزم على ده وناوي على ده لا لما يرفع ايدي للسماء ربنا سبحانه تعالى يستجيب له ويستجيب له سبحانه تعالى لانه كمان من اهل الانكسار ما والدين ده يخلي الواحد نفسه منكسرة فعشان كده الله سبحانه تعالى عند المنكسرة قلوبهم بالعكس لو هو عليه دين ونوي هو يسده وبيكتهد ان هو يسده وربنا عالم منه الصدق ده ده يكون سبب من اسباب ان ربنا سبحانه تعالى يفرج عليه وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم ان الله حقيق يستحمل العبد ان يرفع يديه ثم يردوهما سفرا خائبتين فلا الشخص ده يستجيب له ربنا يستجيب له ويفتح عليه ان شاء الله معنا ام عبد الرحمن السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد اذنك يا شيخ انا كنت ورست مبلغ من المال يعد النصاب بتاع الزكا وبعدين حطيت وضيع في البنك لمدة سنة طلعت الزكا بعد ملفة السنة على المبلغ كلها وبعدين رحت اسحب المبلغ عشان خاطر اشتري شقة موظف البنك قال لي تقدري تاخدي ثمانين في المية من المبلغ وتسيب المبلغ تاخديه كامل بعد عشر سنة وبعدين اخدت فعلا ثمانين في المية من المبلغ وحاولت ان انا اشتري بيوم الشقة ما معرفتش فرجعت تاني حطيتهم وديعة في البنك وبيجيبوا ارباح بس المبلغ الاولان دلوقتي بعد عشر سنة بسدد مبلغ شهري من فايدة الوديعة التانية للوديعة الاولينية عشان أخدها بعد عشر سنين دلوقتي انا طلع الذكة على المبلغ الاصلي ولا على الوديعة التانية اللي انا عملتها ولا على الفايدة اللي انا باخدها طيب يا ستي انت دلوقتي عندك دلوقتي لازم اسألك سؤال انت دلوقتي عندك حاجة غير الودايع دي تصرفي منها ولا بتصرفي من الوديعة انا ربنا يبارك في زوجي يعني هو بيصرف علي الحمد لله فالفلوس دي ما بتصرفيش منها لا أنا دلوقتي بصرف بعد الغلل اللي احنا فيه كده بدأت تصرف منها طيب خلاص انت دلوقتي عندك وديعة محبوسة لان انت خدت منها 80% منها وبعدين خدت 80% دي لما ما قدرتش تشتري الشقة حطتيها مرة تانية تمام كده فالوديعة الاولانية ما بتطلعش ريع اصلا اللي هيطلع منه الريع بتاع الوديعة التانية اللي هو 80% اللي انت خدتيه ومحطتيه بيه موديعة ده اللي هيطلع عليه 10% من الريع لان انت بتصرفي من الفلوس دي لو انك انت ما بتصرفيش كنت طلعت 2.5% لكن بما انك انت بتاخد من الفلوس دي وتصرفي عليها بعد ما الامر ده يبقى ده جائز وما فيه مشكلة وعشان بالمناسبة عشان انت ما سألتني السؤال وكان مهم بالنسبة لك اللي هو السؤال بيقول ايه بيقول هو ان انا خدت 80% ده حلال ولا مش حلال حلال ان ده كان تمويل لشراء الشقة اللي انت كنت هتشتريها طب والامر ده حصل جائز يبقى المال اللي انت خدتيه ده مال حلال فلما اودعتيه ده تريح حلال عليك وما فيه مشكلة وهي هتدفعي منه 10% من الريع اللي بيجيلك تمام يا عبد الرحمن يبقى احنا بندفع 10% من ده يبقى ندفع 10% من الريع فقط نعم عندنا اسئلة تانية يبقى نرجع تاني معانا الاستاذة فاتن تفضلي استاذة فاتن ازاك يا سيدنا الشيخ نعم والفضل الحمد لله اسأل حضرتك سؤالين بعد اذنك تفضلي اول سؤال بالنسبة للظلم وحد خطف اعراض حز ده عقوبته ايه والواحد ازاي يلجأ لربنا ويدعيب ايه عشان نسترد حقه طيب يبقى عندنا سؤالين سؤالين في مسألة الظلم ده السؤال الاولاني ايه عقوبة اللي بيخوت في عراض الناس الامر التاني ايه ازاي استرد حقه لما حد يخوت في عرض طيب السؤال التاني بقى ده دول سؤالين بس نجعلهم في سؤال واحد السؤال التاني السؤال التاني حضرتك بالنسبة لقيام الليل انا بحب قبل ما انام اعمل الشفح والوطر بس قبلها بصلي وقتين للليل بس بصليهم على 11 او 12 هذي اعتبر من ضمن قيام الليل ولا لازم انام وقوم عشان تكتبلي بالاكر احنا لو خلاص عكاوبة لحضرتك السؤال لو لاني ايه عقوبة الشخص اللي بيخوت في الاعراض اللي بيخوت في الاعراض لازم نعرف كده الشخص اللي بيقذي في الناس على فكرة القذف ده لازم ننبه الى حاجة ان مسألة رمي المحصنات المحصنات يعني العفيفات رمي المحصنات لازم نعرف ان رمي المحصنات ده مش لازم عشان رمي المحصنات ده يبقى عليه عقوبة لما نروح للقاضي ونرفع عضية سب وقذ سيدي انت حتى لو ان الشخص قذف وما ترفعش امره للقاضي فهو ملعون الخوض في اعراض الناس يستوجب الانسان ترضي الانسان من الرحمة ويبقى الانسان ده مرتكب كبيرة فالخوض في اعراض الناس دي من الكبائر وصاحبها يكونوا ملعونا فليتق الله سبحانه وتعالى في نفسه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ببساطة جاب اتنين كانوا صايمين ستين كانوا صايمين فإن اللي حاصل ده كانوا بس بيكلموا عن الناس ما كانوش وصلوا ممكن ما يكونوش وصلوا للخوض في الاعراض حضرة النبي جابهم كده وقال لهم تقيأة اعزكم الله فتقيأة لحم نتنا لحم نتنا فحضرة النبي قال هتاني صامت يا عم أحل الله وأفترط على ما حرم الله فعشان كده لازم كل واحد فينا يتق الله في عرض أخيه وما يروش دعوة بعرض أخيه خالص يتق الله سبحانه وتعالى وحتى هو لو شاف حاجة حرام لما يطلب للشهادة يبقى يروح يشهد عند القاضي لكن هو ما شافش حاجة ومعرفش حاجة ويخوت في أعراض الناس عشان فلان قال له كلمة أو فلان عمل معاه موقف فيدخل نفسه ويعرض نفسه للنار ويعرض نفسه لسخط الله وغضب الله يا جماعة وقفوا شويتين ثلاثة الكلام اللي بيحصل ده على السوشيال ميديا نتق الله هو اللي حصل في الأيام اللي فاتت دي مش عشان الناس يتكلموا في أعراض بعض وخاضوا في أعراض بعض اتق الله سبحانه وتعالى واللي بيعمل كده يعرف أنه يقترف الكبائر والصلاوات بتخفر فيها الصغائر الكبائر دي تخلي صعبة في المشيئة فيتق الله سبحانه وتعالى وكفاية أنه يستحق اللعن الأمر الثاني السؤال الثاني ازاي نتخلص من ده أي حد حد يخذ في عرضه يطلب حقه بأنه هو الشخص اللي خذ في عرضه ده يرفع عليه قضية سبقه قسر من حقه ده إنما لو تصدق لو تصدق بعرضه هيكون لي السواب العظيم بقى يكون لي السواب العظيم يبقى أنا بقول ايه إذا فلان ده ما تضررش في بيئته ولا في أسرته ولا في حياته وعنده ما يستطيع به أن يدفع هذا الظلم عن نفس يعمله لكن لو هو قادر أنه يتجاوز ده هيكون دوت أعظم لأن دوت عيخليه من الصابرين ليصبروا على بلاء الناس أما ما سألت قيام الليل نعم سيكون ده من قيام الليل إن شاء الله عندنا مين؟ إذن يا سادة نطلع لفاصل ونعود مرة ثانية عشان نستكمل معاكم أسئلتكم المباركة فانتظرونا رجعنا لحضراتكم ومعانا أسئلتكم ومعانا الأستاذة نسمة اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزاك يا قولة يا سيد نصري الحمد لله نحبك في الله ربنا يا عزك ويزيتك نور وبركة يا رب احنا بنرتاح والله من كلامك كل يوم كده بل متابعينك الحمد لله ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة ويباركلك في صحتك وفي أولادك ويجعلك إن شاء الله في خير حال بعد إذنك يا شيخ اتفضلي أنا ليه معاش يعني معاش جوزي يعني طيب فابني كان في قرب ومزنوق وكنت مجوزة وكده فالزنقنا جاء مدقوا بعد الفرح طيب فحبتنا ساعدة عملت له قرب يعني انت اختردت دي هو والله جوزته من غير قرب بس بعد الفرح فييته بقى متدايق ونكد يعني انت اختردت دي هو ولا اختردت دي كي انت لأ ليه ليه أنا طيب يعني انت التكلفة اللي انت فيها دي فاختردت دي انت ودي ديله فلوس دي حولت المعاش وسدت معلي عشان هو كان في ليه أجمد يعني وكده طيب وبعدين الوقت انا كنت نقدر الف جنيه انا عايزة بس تقول ليه بعد ما في العشان اسمعك في التلفزيون حاضر اقول يا سبب اتفضل طبعا ابني انا معي ولدين طيب اللي جوزته دي شوف عايشنا يومين كده في زنق او قرب كده طيب انا قلت يعني احمل انا الزنب زي بعد ربنا يغفل لي انا الحمد لله بيسيبنيش ولا وقت طيب ليه بس يعني اكملي بس المهم ايه عملت له وهنسد انا والله لسه ما صرفته بس بسأل قبل ما اصرفه اصرفه يعني واتدم عليه هل علي زن طيب يبقى انت بتتكلم ان انت اخترطتي عشان تفك كرب ابنك اه صح كده اه طيب وانت ما كنتش تعرف الحكم اصلا انا عملت جمعيات وجوزت وبرده بقيت ملطش وكده فانا محبتش ده بأسعلك سؤالة هو انت لما عملت له الجمعيات والحاجات دي انت بقى بقيت مديونة انت انت بقيت مديونة فلوس عليه هو مش عليك انت مش علي انا والله يا شير خلاص القرض اللي انت اخترطتي ده سدد القرض من عليه وانت كانت نيتك طيب وما كانتش اصدك ان انت تقترد الكلام ده انت اردت ان انت تخفيف عنه وما كنتش عارفة ان ده ات ممنوع والله يا جوزت جوزت جدت فلوس ثلاث من اخت وجدت من هنا ومن هنا وفكت كربه بس في مرضي تعمل القرض دي بعد الفرح بقى لقيته وغير بهو وكده ما اقليش طيب يا حاجة انا بنتي كبرهم مش عايزة ناكها دي يعني في البيت طيب انت الفلوس اللي خدتيها دي خدتيها عشان تتفعيله قصة بيت تتفعيله حاجة ولا انت خدتي وعندي معاش الحمد الله حالك لا مش انت مش انت يا حاجة مش انت مش انت مش انت يا حاجة هو قاعد معايا في البيت هو قاعد معاك في البيت اه وانت كده طيب واحدة واحدة وانت كأنك صرفت عليه يعني الوقت احنا جوازناه بس الفلوس اللي عليه دي شوف عامل لي مشاكل عشان حسنا قلت سدها وهو ان شاء الله ربنا قرمه وبشغل انا يعني هقايا طيب يا ستي بص خلاص انا عرفت جد مسألة بص يا ستي انت سد الفلوس دي وانا عد ربلك مثال واحد دلوقتي كان عمل حاجة والحاجة دي فيها مخلفة شرعية وهو دلوقتي ناوي يخرج منها هو بيخرج منها ده ما بيبقاش عليه اسم ليه لانه تاب وهو بيسدت الاقصاد دي بقى ما بيبقاش عليه اسم لان ده تاسمه الخروج من الحرمة يبقى اذا اذا كنت انت ما اقتربتيش الحاجة لمشقة لك انت ولتعب لك انت او لحاجة لك انت وعملتيها دي عشان ابنك ابنك المفروض كان يكتهد وينفق على نفسه اما وانك انت خدت الفلوس مش عشان تشتري بيها حاجة او تمولي بيها مشروع او تعملي بيها خدمة فخلاص احنا اقترضنا القرض ودلوقتي احنا في نص الارض نعمل ايه وتوبنا هنا يبقى خلاص نسدد الاقصاد دي وما عليناش اسم يعني انت وبتسدد الاست ما عليكيش اسم يبقى انت كده ربنا سبحانه وتعالى اكرامك وخلاص وربنا جعلك سبب من اسباب التيسير على ابنك وخلاص وسدد الاقصاد دي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبركلك ويكتب لك الخير بانك انت فرقتي على ابنك وعلى فكرة انت كده دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخفل لنا جميعا ويجعلك ان شاء الله في خير حال يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن معنى مهم جدا وهو العقل وازاي ان العقل باب من ابواب الحياة بالشرع وتيسير امورنا بشرع الله الشريف فيارب نسألك وانت الذي رزقتنا هذا العقل ان ترزقنا نورا يجعل هذا العقل يرى بنورك وترزقنا بابا من ابواب اللهم اننا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللهم اجعل عقلنا لا يسير الا في مرضاتك ويكون سببا من اسباب تيسير ابواب المحبة لك يا رب العالمين اجعل عقولنا تكشف لنا عن اسرار محبتك وعن اسرار ودك وعن تودداتك التي جعلتها في الحياة كلها اجعلنا يا ربنا بنور عقولنا نرى حسن تدبيرك ونرى حسن معاملتك فنزداد تعلقا بك ونزداد شوقا لرؤية تودداتك ومحبتك اللهم شوقنا الى محبتك واملأ قلوبنا لودك بما تراه عين عقولنا يا اكرم الاكرمين ارزقنا الحكمة على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة